اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بقطاع المعلومات والاتصالات وحرصها على رفضه بكافة اسباب التطور والريادة مشيرا الى ما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية تقود باقتدار هذا القطاع الحيوي نحو المؤمل منه في تحقيق الاهداف التنموية المنشودة منوها سمو بالاهمية التي تحظى بها البنية التحتية الرقامية في مملكة البحرين والدور الاستراتيجي لها في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة جاء ذلك لدى لقاء سمو يحفظه الله عن بعد اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيدة تريزا كارلسون نائب الرئيس لخدمات الانترنت العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير استراتيجية والعمليات والمبيعات والاعمال بشركة امازون لخدمات الانترنت حيث اشار سمو إلى ان ما تحقق من تعاون بين حكومة البحرين وشركة امازون اسهم في الدفع بتعزيز توظيف التكنولوجيا الرقمية في المجالات المختلفة وتسخير الحوسبة السحابية بما يحقق الاهداف المرجوة من جانبها اعربت نائب الرئيس لخدمات الانترنت العالمية في القطاع العام ومسؤولة تطوير الاستراتيجية والعمليات والمبيعات والاعمال بشركة امازون لخدمات الانترنت عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتعزيز اوجه التعاون مع شركة امازون التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا اقليميا لها امازون اشتركوا في القناة